أدخلت مديرية الأمن العام آليات حديثة ومتطورة للعمل ضمن منظومة عملها الأمنية وأيضاً الإنسانية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالاستمرار في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية الفضلة للمواطنين وحرصاً من مديرية الأمن العام على إدخال كل ما هو حديث ومتطور ضمن منظومة عملها تم إدخال عدد من الآليات والمعدات الحديثة للعمل الميداني وبما يضمن تعزيز كفاءة التنسيق بين كافة وحداتها ويشكل إدخال هذه الآليات والمعدات جزءاً من منظومة التطوير والتحديث في مديرية الأمن العام والتي من شأنها استمرار أداء وحداتها المتميز في الاستجابة لجميع الواجبات الأمنية والإنسانية وفق أعلى المستويات والمعايير تشرفت قيادة قوات الدرك بزيارة جلال السيدنا القائد الأعلى القوات المسلحة خلال الزيارة طلع جلال السيدنا على جاهزية قوات الدرك وأيضاً على الخطة التطوير الشاملة التي كانت في توجيه من عطوفة مدير الأمن العام ضمنت هذه الخطة محاول عدة منها محور القوة البشرية محور الأهليات محور التجهيزات والمهمات هذه الأنظمة والتطبيقات تم بنائها وتشغيلها على أليات تكتيكية عملية ما يسمى تكتيك الكماند ديكل تستخدم حالي فتاح لأي واجب أمني والاتصال بشكل أوفقي مع كافة وحدات وتشكيلات الجهاز الأمن العام ضمن مجموعات الاتصال الكلامي وأيضاً التواصل العمودي مع القيادات الأمنية بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع القوات المسلحة والمركز الوطني للأزمات وإسناد كافة وحدات الأمن العام فنياً بأفضل وسائل التواصل والاتصالات والتطبيقات الذكية يشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير منظومة عملها الأمني والشرطي وتعزيز كفاءة التنسيق بين كافة تشكيلاتها ووحداتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر